اشتركوا في القناة وربما يكون اعادة هذه البكالوريا المهنية فضاء اخر تفتح به الجزائر استثمارات صغيرة او متوسطة تنعش الساحة المهنية اين وصل مشروع هذه البكالوريا المهنية وهل طالبت به النقابات ولماذا يعود الى الوجهة اليوم تحديدا هذا ما سنحاول ان نناقشه في شق الاول من الحدث نهار اليوم في شق الثاني اليوم سنتحدث في قطاع التجارة ونتحدث عن تموقع سلطة قمع الغش في الجزائر اين هي في ظل دخول السلع الفاسدة الى الجزائر اكثر فاكثر اين الوزارة واين جمعيات حماية المستهلك اذا هذه المواضيع سنخوض بها بالنقاش وبالتحليل مع ضيوفة كرام لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد ورحبوا معي في الفلاتو بالاستاذ مسعود بوديبة المكلف بالاعلام في نقابة كنافست اهلا بك مساء النور اذا بداية يعود الحديث في هذه الفترة اجتماع الثلاثية كان قبل ثلاثة ايام او يومين في بسكرة في حديث عن تشجيع الاستثمار المحلي في الجزائر البلاد تدخل رسميا حالة التقشف عودة الحديث عن البكالوريا المهنية اليوم كيف تجدوه؟ اجتماع الثلاثية بدون نقابات تمتيلية حقيقية موجودة في الميدان بدون رؤية حقيقية لواقع الميدان الذي يعيشه الجزائر اليوم العودة الى الحديث عن البكالوريا المهنية هو دليل على غياب رؤية واستشراف للمسؤولين على مستوى الهئة المختلفة لمعارجة المشاكل المطروحة في البلاد لانه عندما بدأت الاصلاحات في سنة 2003 والغي التعليم التقني اليوم نجد بان نتائج هذا الالغاء هي نتائج كارتية على الاستثمار المحلي في الجزائر والاحصاءات الموجودة ميدانيا لو يكون هناك احصاء للمؤسسات الصناعية الصغيرة الموجودة في الجزائر نجد بان اغلبية من يشرفون عليها هم خرجوا التعليم التقني عندما نفكك التعليم التقني ونقضي على التعليم التقني نظن باننا مهدنا للقضاء على الاستثمار المحلي المتخصص والذي يفيد بطبيعة الحال الصناع في الجزائر العودة للحديث عن بكالوريا التقنية او المطلب التقني ألا يأتي اليوم متأخر قليلا بالنظر إلى هذه الأزمة الاقتصادية والتدعيم ربما والتدعيم هذه الاستثمار التي قد يرأسها ممن نجحوا في بكالوريا مهنية ألا ترى أنه جاء متأخرا اليوم في ظل وضع مناخ سياسي واقتصادي هذا المطلب قبل سنة 2003 عندما كان تعليم تقني موجود في المؤسسات الجزائرية كانت هناك بكالوريا تقنية موجودة وكان خريجي التعليم التقني هم اليد العاملة أو المؤهلة علميا وتقنيا الموجودة في الميدان والتي عموما تستفيد منها كل المؤسسات الصناعية المختلفة حسب الاختصاصات الموجودة عندما ألغي التعليم التقني أو تم تفكيك التعليم التقني كان هناك طرح آخر من وزارة التربية الوطنية بأننا سوف نعوض التعليم التقني بما يسمى بالتعليم المهني وكان مع العلم أن التانويات التقنية أو متعددة الاختصاصات تحتوي على وسائل ضخمة جدا في هذا المجال وكان مبرمج أن هذه المؤسسات تحول إلى مؤسسات للتعليم المهني وهذه الأجهزة تحول إلى التعليم المهني وبالتالي يمكن أن نعالج الأمر بطريقة أفيد للأسف الشديد منذ سنة 2003 إلى اليوم لا حديث عن التعليم المهني وحتى وزارة التربية الوطنية تريد أن تتنصر من هذا الطرح وتريد أن تقول بأن هذا الأمر يخص وزارة التكوين المهني طيب لماذا لم تطالبوا بإعادته كنقابات؟ نحن بداية كنا نطالب بالإبقاء على التعليم التقني وعدم تفكيكه لكن عندما أصبح واقع منذ سنة 2003 ونحن نطالب بضرورة الحفاظ على التعليم التقني أو إنشاء التعليم المهني لكن إلى اليوم لا جديد حول هذا الموضوع لازلنا في عدة طروحاتنا ومطالبنا طالبنا وزارة التربية الوطنية بحل إشكالات الموجودة في قطاع التربية الوطنية بضرورة التأسيس إلى التعليم المهني بتأسيس مسارين مسار النظام العادي المعمول به الآن والذي ينتهي بالبكالوريا المعروفة الآن التي من خلالها من انتقل إلى الجامعة وطالبنا بتأسيس ما يسمى بالتعليم المهني وقلنا بأن التعليم المهني حتى يكون ناجحا يجب أن تكون هناك تحفيزات أول نحفز التلاميذ التي توجه إلى التعليم المهني وقلنا مع وزارة التربية الوطنية لماذا لا تمنح لهم منحة حتى نشجع هؤلاء للتوجه إلى التعليم المهني في آخر إحصائيات 1% فقط من الرصيبين البكالوريا يتوجه إلى التكوين المهني نحن طالبنا بتأسيسه للتعليم المهني وهناك التكوين المهني هو تكوين يد عاملة فيما يخص الحرف إلى آخره لكن التعليم المهني هو منهج دراسي ينتهي بشهادة نحن طالبنا بأن تكون هذه الشهادة هي شهادة بكالوريا مهنية الناجحين فيها يمكن حتى أنهم ينتقلوا إلى معاهد متخصصة في هذا المجال وحتى الذي لا ينتقل إلى هذه المعاهد سوف ينتقل للميدان وتكون له الأولوية في التوظيف الأولوية في منح قروض إلى آخره ما دام هذا المتخرج مؤهل في اختصاص معين لكن قلنا لماذا لا تعطى لهم حتى منح لتحفيزهم توفر له شروط معينة لتحفيزهم والبكالوريا المهنية هي من وسائل التحفيز بالنسبة لهذا المجال للأسف الشديد نضرت وزارة التربية الوطنية من المفروض هذه الأمور تطرع على مستوى والحكومة وإذا كان ضروري التنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين هذا الأمر هو أمر حكومي يجب أن يجسد وإلى اليوم مزاكل إشكالية مطروحة وزارة التربية الوطنية تريد أن تتنصل من هذا الأمر ووزارة التكوين والتعليم المهنيين لديها نظرة أخرى واليوم مشاكل تسرب المدرسي تتزايد مشاكل الراسبين في الامتحانات المختلفة اليوم رهي رقم تعبطالة يزيد في الميدان وحل مشاكل القطاع وحل مشاكل استطمار المحلي وحل مشاكل الصناعات الخافية قبل ذلك نشهد من قبل الشباب ارتفاع عدد الهجرة السيرية الحراغة ارتفاع عدد تعاطي المخضرات ربما هذا بأنه ما فيش فضاءات ما فيش تستوعب كل هذه التلاميذ اليوم الشركات قديما كانت الإطارات الجزائرية التي تخرجوا من المعاهد الجزائرية المختلفة المعاهد التقنية المختلفة لو ندر عملية إحصائية نجد بأن هذه الإطارات موجودة في شركات أجنبية ضخمة جداً وموجودة في مراكز قرار لو مثلاً في الشركات البترولية الأمريكية الموجودة في الخليج لو نبحث عن الإطارات الفعالة الموجودة نجدها هي إطارات خرجة ليابي في بومردس كذلك الإطارات التقنية التي تخرجت من المعاهد الجزائرية موجودة في شركات أجنبية ويعني عندها مكانتها رغم أنها درست في معاهد جزائرية عندما نفكك هذه المعاهد ونفكك التعليم التقني ولا ومع نشط طموح في التعليم المهني والتكوين المهني غير مغري بالنسبة للشباب في الجزائر إذن نظن بأننا هيئنا أجواء حتى اليوم الشركات الأجنبية تدخل للجزائر واصبحت لها الحجة عندما نطالبها بتوظيف يد عاملة جزائرية أصبحت عندها الحجة تقول بي عندي يد عاملة متخصصة في الجزائر إذن هي الآن فرضت نفسها الشركة تجي لجزائر ويجيب معها ليد العاملة المتخصصة وحتى أننا عندما نستفيد من الخبرات مع أن نشح الحجة باش نفرضوا لعمل تعنا باش نستفيد من الخبرات هذه الشركات أجنبية طيب اليوم تحدثت على مجموعة من التحفيزات والإغراءات فيما يخص التكوين المهني اليوم لانساج دعم الشباب يتحدث على أنه فيه دعم وأولوية خاصة لمن يملكون شهادات في التكوين المهني أكثر من غيرهم هل هذا هو ربما التحفيز الذي كنتم تطالبون به دائما منكم كنقابات؟ أنا نظن بأن هذا الشيء على أديسي أنا نظن بأنه يوجد جزء من الريع هنا موجود أنا نظن بأنه تدعيم هو ريع بالمسجل التدعيم إذا كان ندعمه باش نعطيه كاميونات باش رح يباع بطاطفل وطورو نظن ليس هذا هو المقصول لكن هو دعم لمن يملكون باكالوريا مهنية أولا لا وجودة لباكالوريا مهنية ثانيا قبل أن نذهب إلى أن أدعم القرض نؤسس لهذا التعليم المهني أين هو التعليم المهني؟ أنا نظن لعنوين هكذا عندما نصدر عنوين والميدان بعيد كل البعد نظن بأننا معناش سياسة حقيقية لمعالجة مشاكل الميدان اليوم عندما نتكلم عن الاستطمار المحلي في المجالات المختلفة نظن بأن نحن بحاجة إلى يد عاملة متخصصة هؤلاء سواء في الفلاحة أو في جميع المجالات نظن بأننا ما هي أناش الأرضية اللازمة باش نوفروا يد عاملة متخصة باش نوفروا مسيرين متخصصين في هذا المجال ونظن بأنه ما نقدروش نتكلم عن هذا الموضوع إذا ما أسسناش معاهد متخصصة وإذا ما أسسناش تعليم مهني إذا ما أعطناش أهمية للتكوين المهني نظن ما راح نشروح وبعيد في هذا المجال طيب لكن فقط إعطاء الأهمية للتكوين المهني لا يأتي فرادة وإنما بتكاتل مجموعة من الأجهزة في السلطة منها كل الوزارات في المغرب مثلا فيه تنسيق بين وزارة التربية ووزارة السياحة على أساس أنه فيه تكون ثنائية وإن وزارة السياحة تفتح باكالوريا مهنية من السياح متخصة في الفندقة فتحسب لي فيه اشتغال سواء من الجانب السياسي ومن الجانب الاقتصادي يعني لازم يكون فيه تكامل بين هذه الرقاعد هذا هو المطلب تعالى نحن قلنا لما التأسيس للتعليم المهني التعليم المهني بالاختصاصات المختلفة الموجودة وعندما تتوجي التعليم المهني بباكالوريا مهنية هذا تحفيز لتلاميذ تعنا باش يتوجهه إلى هذا المجال عندما نحفزهم بمنح هذا تحفيز باش نوجه التلاميذ تعنا إلى هذا المجال لكن توجه التلاميذ أيضا يتطلب أساتذة هل فيه في الجزائر من من يتوجه؟ الإطارات التعليم التقني موجودة لكن هذه الإطارات التعليم التقني اليوم راه جماعيا راه تخرج للتقاعد ورانا همشنا بطريقة معينة والتجهيز الموجود في التانويات التقنية والتانويات المتعددة اختصاصها هو يضيع بالملايير لا يستخدم وعلامات استفاهم حول هذا التجهيز إذا كان بالملايير ونخليها مكدسة في فليزاتوري ورح تضيع أين هي الروح المسؤولية هنا؟ نظن الإمكانية متوفرة كان عندنا التعليم التقني كان بسهولة نروح للتعليم المهني لماذا لا نحافظ على التعليم التقني؟ لماذا فككنا التعليم التقني؟ إذن أنا نظن هذه الأسئلة يجب أن نجد لها جواب فككنا التعليم التقني بدون مقابل صرحنا بأنه سوف نؤسس للتعليم المهني غير موجود التعليم المهني إذن من هو المسؤول عن الوضع الحالي؟ إذن شكون هو اللي يخلها الإطارات اللي راه موجودة الآن؟ أنتم كنقابة تتحملون جزء من هذه المسؤولية؟ نحن لا نتحمل هذا الأمر نحن دافعنا بقدر الممكن على أساس التعليم التقني على الأقل حافظنا على مناصبهم حافظنا على عدم المساس بمناصبهم وهذا عملنا جاهدين بشكلينهم موجودين في المؤسسات من خلال رغم الحجم الساعي اللي كان مهوش في صالحهم لكن عملنا جاهدين بشنحافظوا على كرامتهم ومناصبهم لكن نحن معنى سلطة على أننا نبقي على التعليم التقني في ظل السكوت الجامعة لكن لما كانت عندكم إرادة للحديث عن رفع الأجور قمت بإضرابات لما كانت كعندكم إرادة للحديث عن السكنات قمت بإضرابات own d.h.com الإصلاحات هي مشروع تعمل مجتمع كلهم عندما نجد الأحزاب ساكتة على هذا الوضع عندما نجد البرلمانيين ساكتين على هذا الوضع عندما نجد المتقفين ساكتين على هذا الوضع إذن نظل نحن كنقابات عندنا مسؤوليات محدودة عندنا قانون أساسي محدود نحن ندافع عن الأساتذة ندافع عن ظروفهم المهنية ندافع على مراصبهم ندافع على أنهم يكون مكرمين مشروع كما هذا هو مشروع مجتمع يمكن أن نعطي آراءنا في ضوائر معينة لكن أننا ليس من صلاحيتنا أن ندير إضراب على مشروع أمة المشروع الجزائريين وين رأهم الأحزاب في هذا السياسيين وين رأهم في هذا المجال عندما كان يفك التعليم التقني أين هم الطبقة السياسية وين كانت الخبراء وين رأهم لمن المفروض عندهم استشراف للمستقبل وين علش ما تكلموش على هذا الوضع قطاع التربية أصبح وكأنه ليس الأولوية الأولى في برنامج السياسات المختلفة عند الأحزاب أو عند الوزارات وبالتالي نحن الآن في وضع يصعب حتى معالجة المشاكل التي رأي ما تروحها الآن ألا ترى أنه سياسيا تم تمجيد البكالوريا أكثر من البكالوريا المهنية مثلاً وأعطاء الأولوية للبكالوريا كشهادة مدرس في الجامعات والذهبية إلى الخارج أكثر من الاعتماد على الحراف أو على البكالوريا المهنية كشهادة ربما البكالوريا كبكالوريا هي مرجع علمي يجب أن نحافظ عليه نعم وهذا من صالحنا نحن كجزائريين مدام البكالوريا في المجتمع تقريباً هي الوحيدة التي لا زالت مرجعاً في المجتمع لأجله نحفز أبنائنا للدراسة صحي البكالوريا المهنية لم يؤسس لها لحد الآن نحن نطالب بتأسيسها ولو المجتمع نهار نأسسوا هذه البكالوريا أكيد لو نعطيها أهمية المجتمع سوف يعرف قيمتها وسوف يدفع بإبنائه إلى هذه الشهادة اليوم لا وجود لهذا الأمر نحن نتكلم عن هذا الأمر في البنابر المختلفة لكن لا وجود لها في المجتمع يوم الأحد أظن بإذن الله عندكم اجتماع مع الوزارة ما هي ربما أهم المطالب التي سترفعونها الوزارة يوم الأحد يوم الأحد مبرمج لتقديم إجابات من طرف وزارة التربية الوطنية لمحتوى المحاضر النقابات المختلفة نحن لدينا محضر 19 مارس 2015 فيه التزامات واضحة وننتظر إجابات واضحة كذلك حولها ونظن يوم الأحد سوف تتضح الأمور ماذا قدمت وزارة التربية الوطنية ما هو التقدم الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية نتمنى بأن الإجابات تكون واضحة ودقيقة حسب ما هو موجود في المحضر وحسب الالتزامات الموجودة في المحضر إن شاء الله إذن سيد مسعود بيديب المكلف بالإعلام في نقابة الكنافس شكرا لحضورك معي اليوم مشاهدينا الكرام الحدث يتواصل معكم في هذه الأمسية لكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد إذن في شق ثاني من الحدث لنهار اليوم سنتحدث عن تموقع سلطة قمع الغش في الجزائر أين هي؟ في ظل الحديث عن الكثير من السلاع الفاسدة التي تدخل البلاد دون رقابة ودون رقيب أين هي الوزارة وأين هي جمعيات حماية المستهلك في الجزائر الحديث عن هذا الموضوع يحضروا معي في الستوديو السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أهلا بك أهلا بك شكرا إذن سيد مصطفى زبدي نحن كإعلام لم يصبح المنشات أنه في سلاع فاسدة في الجزائر يثير تخوفنا لأن الجزائر تعود على دخول السلاع الفاسدة للجزائر دون حسيب ولا رقيب كيف ترى؟ الأسف الشديد لابد نعلم أن كثير من المنتجات المستهلكة محليا هي منتجات مستوردة والأسف الشديد نحن لا نصنع بما فيه الكفاية لسد جميع حاجيتنا زد على ذلك فإن الكمل هائل من هذه المنتجات من الاستحالة بما كان يعني مراقبتها ويمكن القول أن غالبية المراقبة هي مراقبة عينية أو مراقبة وثائقية وبالتالي فإن السوق بإمكانه أن يكون فيه كثير من المنتجات الغير مطابقة أو المنتجات المشبوهة زد على ذلك حتى نشوف دخول بعض الصلاع الغير مراقبة يطلاقا والتي يتم ترويجها في الأسواق الفوضوية هناك حتى بعض المنتجات الممنوعة حتى نتحدث على سبيل المثال للحصر المفرقعات وهي مادة محظورة يعني تدخل الأسواق تانا ويتم بيعها فما بالك يعني من المنتجات الغذائية طيب اليوم إحنا اليوم في يوم في حديث على دخول أسلحة منها حفاظات للأطفال وجدة فيها يعني ما وقفكم لما تصرحون بأنه جاءتكم رسائل وجاءتكم شكاوى تقول أنه فيه حفاظات غير مطابقة ومخشوشة جدا في الجزائر ما هي إجراءتكم في هذه الحالة؟ هو غالبا تكون عندنا يعني تواصل مع الأجهزة الرقبية لأنه لازم نعرفه مجمعية حماية المستهلك ما عندهاش سلطة رقبية يعني نحن نعمل وفق قوانين موجودة ونظروا دينسبكسيو عندنا حق ملاحظة وتقييم ولكن ما عندناش سلطة رقبية لكن مثلا لما يكون مشروب مخشوش من حقكم أظن يعني للمعرفة أنه إن كان مخشوش أولى أو مطابق المعايير أولى من حقكم أنكم تعاينوا في المخبر هذا المشروب وهذا ما نقوم به وهذا ما نقوم به لأنه من حق جمعية حماية المستهلك أنها تقوم بدراسة مقارنتية يعني هذه الدراسات التي هي كبيرة في البلدان المتقدمة نحن ما زالنا متأخرين فيها ولكن كما يقول لك أنا درجة درجة لما نجد أي عيب في منتوج عيب عيني أو عيب تحليلي لابد أن نعطي ذلك المنتوج إلى الأجهزة الرقبية إلى السلطة سلطة قمع الغش وهي التي تتدخل لأجل تقويم الوضع يمكننا أيضا كجمعية حماية المستهلك أن نقوم بإعلان أو كما يقول لك أن نقوم بفضح ذلك المنتوج وهو عملية قمنا بها لكن اليوم لم تشاء التصريح عن الماركة الحفاظة الطبية شوف يخطي هناك مراحل لا مراحل لعن لكن المستهلك سيواصل استهلك هذه المادة لم تفضحوا هذه الماركة ونحضر مثلا نعطيك بصفة عامة هناك بعض المنتوجات التي لم تكن صالحة سوق الجزائيل ولكننا لا نبحث عن الشهرة ولا نبحث حتى يقال أن المنظمة ما خدمت لا لا أقصد شهرة لكن الجمعيات فقط مخلصة باش نوضح الفكرة سيد مصطفى زبدي الجمعيات ربما هي التي لا تأخذ دور الرقيب لكنها تراقب إن غاب الرقيب بالفعل الله وفيك وهذا ما نقوم به نحن لما تكون من توجد فاسدة نعطوها من السلطة الرقبية والسلطة الرقبية لما نلاحظ أنها لم تقوم بواجبها نحن من واجبنا أيضا أن ندافع عن مصالح المادية والمعنوية المستهلك ثم نهضره عن هذه المنتوجات نحن قمنا بسحب عدة منتوجات لوحدنا أو بالتعامل مع الأجهزة الرقبية كيف نقول لك لوحدنا لما نروح إلى متعامل اقتصادي ونعطوه له بالدليل أن هذا المنتوج لا يصح وهو مذر يقوم بسحبه وقمنا بسحب منتوجات دون أن يعلم بها المستهلك لوحدنا وأيضا مع وزارة التجارة منذ سنتين قمنا بسحب منتوجات يعني بكمية هائلة لماذا؟ لأنه كانت لدينا الحجة المقنعة في ذلك متى نروج لتلك السلعة لما لا نرى تجاوبا أو لما نتصل بالمتعامل الاقتصادي ولا يريد الاستجابة يعني ونرى المضرر ما يزال قائما للمستهلك فإننا نتحمل مسؤوليتنا يعني رغم المتابعات القضائية أو المتابعات القضائية ونذكر اسم المنتوج حاليا مثلا عندنا بعض المنتوجات التي هي الآن يعني عند الأجهزة الواصية وننتظر إن تحركت فلا بس كم تنتظرون من مدة؟ ننتظر من مدة؟ إن طالت المدة تنتظرون؟ لا نحن لدينا حق المتابعة يعني أنه نعرف بأنه الملف قيدة دراسة إذا شفنا بأنه الملف أخذ كثيرا من الوقت وما تزال المخاطر قائمة لدى المستهلك فإننا سوف نتحمل مسؤوليتنا ونقول عن هذه المنتوجات حتى نحمي المستهلك طيب تحدثتم كجمعية عن مرسوم جديد يحمي المستهلك ويطوق التجار الغشاشين وسميتوه الحق في المعلومة علنتم عنه السنة الماضية أظن لكن لا وجود له في أرض الواقع شوفي هو خرجتها عدة مرات نجد أن نقوله حاجة أنه الترسانة التشريعية والقانونية عندنا بزارة الله يبارك مثلا هذا المرسوم التنفيذي الخاص بإعلام المستهلك نحن نشرنا وأعلمنا منذ أسابيع أنه من المفروض هذا المرسوم الذي بدأ تطبيقه يعطي للمستهلك حماية كاملة ودراية عن جميع المكونات في المنتوجة أو في الخدمة يعني حتى الخدمة كيف تكون ولكن للأسف الشديد ما زلنا نرى حاليا في السوق الجزائري أن هناك بعض المنتوجات المضللة لاختيار المستهلك لأن اختيارك يكون حسب مكونات ذلك المنتوج أو خصائص ذلك المنتوج أو كيف يتم تقديم ذلك المنتوج لما نشوف بأن الوسم مغاير لحقيقة ذلك الأمر أو أن الوسم فيه من الرسومات ما يمكن أن يحيد أو يغير من اختيار المستهلك المرسوم التنفيذية تعاقب على هذا الأمر نحن وجعلنا لأنفسنا أجل قلنا ابتداء من أول سبتمبر كل منتوج الذي لا يتماشى مع روح هذا المرسوم التنفيذي سوف نقوم بفتحه والمتابعة القضائية للمتعامل الاقتصادي لأنه حاليا ما يوجد في السوق يمكن اعتباره مخزون قديم أنتم كجمعية من صراحيتكم المتابعة القضائية بالفعل يمكننا أن نتأسس كطرف مدني ويمكننا أيضا كأعضاء أن نقدم بلاغ ضد متعامل الاقتصادي لا يحترم القوانين معمولين هذه في حالة ما إذا كانت الوزارة مشت في نفس الطرح معكم من خلال التقارير التي أرسلتموها نعم أم لا مشت أو لم تمشي نحن لا يهمنا العمر لأن المتابعة القضائية هي ما هيش متابعة إدارية متابعة قضائية يعني يمكننا أن تقدم إلى العدالة بالمرسوم التنفيذي بالمخالفات التي قام بها المتعامل إن قامت الوزارة فهي يعني كفتنا شر القتال مع هؤلاء المتعاملين والأسف الشديد يمكن وصفه بالقتال أحيانا وإن لم تتمشع معنا فمن حقنا كالمجتمع لأنه هنا اليوم دخول سلاعة مخشوشة ومشروبات فاتت مدة صلاحيتها وغيرها 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 فهنا المتابعة القضائية ربما ستكون ليست مي صالح لكنها المستهلك ستكون متأخرة في النهاية لا يحب ذا ملع دخول المخشوش أكثر من مستهله هو العمل الوقائي مطلوب وهذا ما نريده وربما هذا هو المرسوم الذي كان فيما يخص الحق في المعلومة الحق في المعلومة يعني شمل كل المنتوجات إما المصنعة محليا أو المستوردة وهو حقي عالمي بالحق الإنسان أن يتعرف على المنتوج الذي يستهلكه نحن نحبذ أن تكون الرقابة أولية بمعنى أنه قبل ما يدخل المنتوج إلى السوق الجزائري أو حتى قبل ما يتم تسويق المنتوج المحلي تكون هناك أدوات رقابية مخبارية ولكن للأسف شديد ما لاحظناه وما نلاحظه ولا أظن أن الكثير سوف يعارضني فيما أقول أنه للأسف شديد ما عندناش مخابر كبيرة مخابر جد متقدمة تسمح لنا بالقيام بتحاليل يعني في المستوى أو حتى أكثر من هذا ما عندناش مخابر كما يقولوا أومولوجي ولا أكريديتي طيب أبعد من هذا عندما في التقارير تثبت أن هذه المادة مخالفة لما هو معروف عليه عالميا أو فيها مواد سامة أحيانا تفضلون التصريح وأحيانا الجهات اللي أقول وزارية ترفض التصريح نعم يعني صحيح حدثت لكم كثيرا أن جهات في الوزارة رفضت أو وضعت في الدرج تقارير كنت قدمت موها عن مشروبات حتى أطمئنك حتى أطمئن المستهلك الكريم أننا أخذنا على عاتقنا مسؤولية حمايته لوجه الله عز وجل لوجه الله عز وجل نعم لك فيز لعمر شيش لا تزدد الجلائر اليوم وبالتالي فإننا لا نتردد لازم نعرفه الضرر كان ضرر حيني وكان ضرر بعدي لما يتعلق الأمر بالضرر الحيني نحن نندد ونشرناها على مواقعنا أتذكر منتوج منذ سنتين وتم إيقاف إيقاف المنتوج وعلمت وسائل الإعلام بالمنتوج قبل أن تعلم السلطات الرقبية ألا؟ لأنه من لعبوش بمثل هذه الأمور لأن الخطر كان محدق حالات تسمم يعني آنية لما يتعلق الأمر بخطر بعيد هو ما نسميه مثلا في المضافات الغذائية الغير مطابقة المضافات الغذائية غير مطابقة الضرر يكون بطراكم تلك المضافات نعطيها على سبيل المثال مثلا المشروبات إذن الخطر ليس خطر آني ما هيش حالة تسمم آنية حالة تسمم لم يمكن تظهر على 15 أو 20 سنة وبالتالي نحن وزارة التجارة وأجهزة الرقبات نعتبرها حليف ونحن حليف لها في القضاء على هذه السلع وبالتالي لا يمكننا بأي حال من الأحوال تجاوزها لأنها هي السلطة الوصية عن حماية المستهلك نحن لما نقدر أن هذا الأمر ممكن أن ينتظر ننتظر حتى نرى العمل وبالتالي إذا رأينا ونخلت لك تحملنا مسؤولية أخلاقية إذا رأينا أنه ما كانش نحن لا نتردد ونتحمل جميع مسؤوليتنا في إبلاغ المستهلك نعطيك مثال مثال القهوة هذا المثال يعني هذا الملف نحن ورانا نخدمه عليه منذ سنتين يعني والآن وزارة التجارة عندها بعض التحاليل التي قمنا بها نحن كجمعية عند هيئة وطنية معتبة ذو التحاليل عند وزارة التجارة نحن الآن على عين بأن وزارة التجارة رح تقوم بتحاليل ثانية في هذا المجال وننتظر لأنه ضرر ليس ضرر آني ضرر يعني بعد سنوات لأنه لازم نعرف بأنه مثلا في هذه القهوة هناك حالة غش هناك زيادة في السكر المحروق وتتكون مادة سما تسمى بلاكريلاميد مسرطنا إلى غير ذلك نحن أيضا نعمل ويعني حتى نزوف هذه البشرى إلى جمعية حماية المستهلك الأخرى أنه في استقبالنا منذ عشر أيام من طرف وزير التجارة يعني أبلغنا بأن مخابر الوطنيات مخابر تابعة لوزارة التجارة أصبحت مفتوحة لنا كجمعية وهذا الأمر كان مختلفا من قبل ما كانش عندنا حق أننا نلجأ إلى مخابر وزارة التجارة حتى لتحاليل مقارنتية أو غير ذلك الآن بعد اللقاء يعني بعد ما طرحت الإشكال يعني وهو مشكور على ذلك يعني نقول لمن أحسن أحسنت قالنا بأن المخابر الراهي مفتوحة وننتظر تجزيد ذلك يعني مع مصالح وزارة في الأيام القليلة القديمة طيب إن المفروض جمعية حماية المستهلك هي تحمي المستهلك وتراقب لكن هو تكملة لعمل وزارة التجارة بالفعل في النهاية هناك سلطة لقمع الغش في الجزائر أكيد أين هي اليوم؟ شوفي أختي هو سؤال أعتقد أنه لابد أن يطرح على الجهات الوصية نعم هكذا يعني إذا كان نقول لك أين هي قامت بدورها لم تقل بدورها لكن نكون في أرض الواقع نحن نجد أنفسنا نحن نجد أنفسنا والأسف الشديد نقوم بعمل ما كان مبرمجاً أن نقوم به يعني استقبال الشكاوي حل المشاكل وقيم بتحليل إلى غير ذلك نحن نريد أن تكون جمعية حماية المستهلك هي جمعيات للتحسيس جمعيات تقوم بترقية الثقافة الاستهلاكية ما هيش جمعيات ما نخدرونش نكون وراء المتعاملين لقمعهم يعني وهذا ما نجد أنفسنا يعني نخدمه به يعني حالياً عنا تقريباً بين 900 إلى 1000 شكوى شهرياً يعني لا أعتقد أن حتى الوزارة ربما عندها هذا الرقم من الشكاوي وبالتالي نحن طالبنا أنه يكون هناك جهاز لحماية المستهلك طالبتم بمجلس أعلى لحماية المستهلك لا بد لأن هذا العمل الذي نقوم به نحن الآن كجمعية حماية المستهلك هذا العمل يعني كبير علينا بالبزاف أننا نستقبل شكاوي أننا نحل شكاوي أننا نقوم بوساطات والحمد لله يعني العمل التيعنا لحد الساعة ناجح ولكن يتطلب كثير من الموارد ما نقولش المادية ري يقولك هذا ويحوص عدرها يتطلب كثير من الموارد البشرية لأنه نحن كجمعيات لازم نعرف بأننا متطوعون والعمل تطوعي تانا نحن نقعدنا عائلات رأنا نخدمه إلى غير ذلك ولكن الكم الهائم من القضايا التي بين أيدينا لا يسمح لنا يعني بدرستها جميعا نزيد على ذلك هناك أحيانا بعض القضايا لتتدخل فيها أكثر من هيئة أحيانا وزاراتين أو ثلاثة أو أربعة وحتى ربما خمسة وبالتالي كل قطاع يبعد عن نفس المسؤولية نحن طالبنا بهذه الهيئة حتى تكون يعني نظامية فيها أعضاء متفرغون لدراسة وحل كبرى المشاكل الاستهلاكية الموجودة يعني في بلادنا طيب سيد مصطفى زبدي ربما كآخر سؤال قلتم بالي نحن طالبنا بمجلس أعلى لحماية المستهلك يعني إلى أين يمكن أن يذهب هذا المجلس في ظل هذا غياب سلطة قمع الغش في ظل دخول استلاع الفسدة لجزائر دون راقب تقولت أنه إحنا كجمعيات لم نعد نستطيع أن نتحمل هذا الكم الكبير من الشكاوى طيب ما المطلوب اليوم من المجلس الأعلى لحماية المستهلك يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن شوفي هذا المجلس هذا معهوش يعني ما ابتكرناش حاجة ولا رح نديروا حاجة سبيسيفيك تعد زايا هو موجود يعني موجود في عدة بلدان هذه الهيئة التي تصهر على دراسة جميع قضايا استهلاكية وتقوموا بحلها أيضا فيها عدة أطراف فيها لأنه لازم حتى لا نخرط هناك كما تسمى بالمجلس الوطني حماية المستهلك وهي هيئة استشارية لوزارة التجارة لنخلطوش نحن نريد هيئة دائمة فيها موظفون يعني وفيها من عدة قطاعات تكون تحت إشراف الرئاسة أو الوزارة الأولى لدراسة كبرى المشكلة لكن هناك تكون غير مستقلة لا لا بصحة كانت تبقى دائما جمعية حماية المستهلك لأنه لازم تعرفوا حاجة أنه شكو المسؤول الأول عن حماية المستهلك هي الدولة طبعا يعني لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقوم بدور دولة لازم نحترف بهذا الأمر والدولة يعني لما تكون نحن نريد أن تكون هناك تلاحم بين عدة هيئات لأن المشاكل التي والحمد لله حلناها ولكن بعد جهد جهيد يعني حلنا بعض المشاكل بعد 6 أشهر يعني من السيراء الدائم ولكن كان يمكن لو بوجود مثل هذه الهيئات لماذا بعد السيراء دائم؟ بعد السيراء دائم لأنه كل قطاع يقول لك خاطيني كل قطاع مثلا هناك بعض القطاعات أو بعض المجالات الاستهلاكية التي تدخل فيها أكثر من قطاع أو ربما لأنه في قطاع الأول في قطاع التجارة في أجنحة معينة لها مصالح معينة في القطاع فربما تقدموا تقارير ولا تجد صدى حتى هذا ممكن حتى هذا ممكن عدنا تقارير منذ أكثر من سنة لحد الساعة لنجد لها صدى ولم تظهر لها أثر يعني وقلناها بصريح العباراتي ولن نخفي شيئا يعني هذا الأمر حتى أن هناك مديرية من المديريات رسلتها قلت لهم باللي عندنا الشكاوي عندكم منذ أشهر ولم نتلقى الرد يعني شوفي نحن من لسا لدينا منخ فيه نعمل في شفافية والكل يعلم بأننا نعمل في شفافية يعني إما مع المستهلك أو إما مع القطاعات الإدارية القطاعات الإدارية وللأسف الشديد نقول أن هناك من الأعوان يعني ما شاء الله ربي كثر منهم وربي يحفظهم وهناك من الأعوان وللأسف الشديد يعني من يبعث الريبة في نفوزنا لتماطلهم في أحيانا دراسة بعض الشكاوي يعني حتى لا نقول أمر آخر وكل هذه الأمور نحن نصرحنا بها يعني علنية وبالتالي نرى أنه لابد من تضافر جهود الجميع لأجل يعني الأخذ بيد المستهلك ولأجل يعني حل مشاكل نقولها ونعودها أنه من الاستحالة بما كان بهذه المنهجية التي ننتهجها وبدون وجود هيئة تضم عدة قطاعات وزارية أن نحل بعض المشاكل المطروحة حاليا والتي أضرت نقوله أضرت بألاف من المستهلكين لأنه حتى لن نرويج لأنفسنا لأنه لأن الثاني لازم نقولها بصراحة لأنه اليوم نحن كنا دائما نتهمه وقوله باللي الاستثمار المحلي والمنتوج المحلي يكون فيه ريبا اليوم أصبحت ريبا حتى في المنتوج رير قوسين المركات العالمية وهذا الشي أنتم ما كنتم صرحوا بي وفي مركات عالمية دخلت اليوم من الجزائر اللي غير مطابقة ومخشوشة وطبيعة لعني عندنا ما عندنا منخفيه يعني المركات العالمية التي دقوا أيضا مركات عالمية مقلدة ونحن أيضا ذهبنا حتى للتشكيك نقولوها شككنا حتى في بعض المركات التي نجد منتوجاتها في السوق السوداء ولم تظهر لهذه المركات أي أفر يعني نعطيكم معلومة منذ بضعة أشهر ولا لم تتعد السنة هناك مركة عالمية من المنتوجات التجميل أو دعت شكوى عن وجود منتوجات مقلدة في السوق وهذه المنتوجات ربما يعني منذ عشرات سنين وهي موجودة ولم تتحدث لماذا تحدثت هذه المرة فقط هناك بعض المركات العالمية لا تسجل يعني علاماتها في المعهد الوطني للملكية الصناعية لماذا لا تسجل يعني المركات تحتها إذن هناك جهات في وزارة التجارة لا لا هذا المتعامل هذا المتعامل الاقتصادي في حد ذاته يعني من المفروض علي أن يحمي علامته بكن نقول لك مثلاً آخر شكوى وصلت هنا عندنا منتوج مستورد مقلد منتوج مستورد أصلي ومنتوج مستورد مقلد حتى أحياناً كيفية اللوجوء عليها بقول لك هناك جمعيات أحياناً يعني تطحننا بعض القضايا يعني تتجوزنا يعني حتى حتى في كيفية معالجة مثل قضية من هذه القضايا نحتعب نذهب إما للشرطة اللي لازم تتحقق نذهب للتجارة نذهب لأنه ما هذه إلا عين لأنه أحياناً نحن بعض القضايا لشائكة وبعض القضايا حساسة اللي حتى نحن كأفراد يعني نتخوف منها ونريد أن نجد بجانبنا هيئات قوية هيئات ذات مصدقية ولن يتسنى هذا إلا من خلال وضع جهاز لحماية المستهلك يكون تحت إشراف الوزير الأول أو رئاسة الجمهورية وهذه التجربة يعني أعطت ثمارها في البلدان التي عملت بهذه المنهجية طيب ربما كآخر سؤال ربما قد مشاهد يطرحه والآن ما المطلوب اليوم هل مطلوب تكثيف الرقابة على كل السلع التي تدخل الجزائر هل مطلوب حجر كل المواد التي يثبت أنها غير مطابقة للمعايير ما المطلوب اليوم لكي لا يصد المخشوش إلى المستهلك أول حاجة نحن نراهن على المستهلك قبل أن نراهن على الأجهزة الرقابية نراهن على المستهلك لو كان المستهلك يعني يندد ببعض المنتوجات أو كان المستهلك يعني كيس وفطن لما يقتنه صدقيني أنه مثل هذه المنتوجات ستزول لوحدها ولكن للأسف الشديد مدام هناك ترويج لمثل هذه المنتوجات ومدام المستهلك يقتنها حتى بالأجهزة الرقابية لن نستطيع محوها نهائيا أولا نراهن على المستهلك ثانيا لا بد أن نضع نتا ديليو وقع حال حول الرقابة المنتوجات المحلية والمستوى الرضاية هل ترى نحن نقوم برقابة في مستوى حماية المصالح المدية والمعنوية المستهلك الجزائري أنا شخصية يعني وحسب تجربتي وحسب ما أجده في العسواق أرى أن هذه الرقابة لابد لها من أجهزة أخرى من أجهزة أخرى أجهزة مخبراتية ربما لازمها أكثر أعوان ربما لازمها أكثر وسائل حتى تكون هناك رقابة أن تكون هناك رقابة فوق الرقابة هو بالمفروض يعني في كل جهاز يعني ما فيه حتى الشرطة وعندهم شرطة الشرطة نعم رقابة فوق الرقابة لكي نقول أننا تجاوزنا مرحلة وأيضاً حتى الجمعيات حماية المستهلك يعني أدعوهم من هذا المنبر أنهم أيضاً يعني ما يخافوش يعني من القضايا التي تطرح عليهم وأيضاً ينددوا إن كانت هناك قضايا لأن المجال الاستهلاكي ما هوش في التجارة فقط لازم نقوله مجال الاستهلاكي في النقل في الصحة في التعليم إلى غير ذلك من الأمور أنه فوق كل مسؤول كان مسؤول والمسؤول الأول تعنيه هو رئيس الجمهورية ولكن حسب ما نرى أنه المجال لفتحاته الدولة يعني للمجتمع المدني جد واسع ولكن بعض الأشخاص والأسف الشديد في السلم الهرمي لمسؤوليتهم يعني يهمشوننا ويقذفوننا ولا يعترفون بنا إطلاقاً ويقومون حتى يعني بتشجيع جمعيات على جمعيات أخرى لأنه للأسف الشديد نظرك الآن حتى كما يقول لك بعض المواقف الصارمة وبعض المواقف الجريئة لبعض الجمعيات أصبحت تزعج وبالتالي لابد من تقوية جمعية على جمعية أخرى أو لتعقيل تمثيل الجمعية أكثر نزيد لك أكثر من هكذا هناك بعض الهيئات والأسف الشديد أنه عوض أنه يكون ممثل تحى من حماية المستهلك نلقاهه مثلاً عاون راقبي هذا أمر غير معقول يعني تماماً وغير أخلاقي وبالتالي نحن نشوف بأنه نية كاينة نية الدولة أعلى السلطة في الهرم كاينة ولكن للأسف الشديد البعض في السلم الإداري لا يتبع إطلاقاً هاته النوعي سيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك كنت ضيفي اليوم مشاهدين الكرام بهذا أنهي معكم الحدث لنهار اليوم ألتقيكم غداً بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر